أوصيك بشغلة دكتور عمر الولد مدراء البلديات وليفترون خلي خفون إيديهم على الشركات لأنه الناس ده تنهزم ده يبتزون الناس أنت بأمانة بغداد مليوم وصديقي من الزمان واشتغلت بأكثر من منصب وتعرف وين المشكلة مدراء البلديات في بعضهم معترامات للشرفاء إذا ما يستفاد ما يخلي شركة سيد نجم موضوع الفساد اليوم هو من المواضيع المهمة وهو من أولويات الحكومة وموضوع مكافحة الفساد ليس فقط في مستوى الدوائر الخدمية في كل مفاصل الدولة الدوائر الخدمية قد يكون موضوع الفساد واضح باعتباره يتعامل مع المواطن بشكل مباشر بصراحة السيد رئيس مجلس الوزراء الكل يعلم عند استلام مهام الحكومة كانت أول زياراتها هي لأمانة بغداد وجلس في هذه القاعة وتحدث بشكل صريح تحدث بقسوة من قبل مجلس الوزراء وكان هناك تغيير جذري لبعض هذه الإدارات شمل بعضها حتى إنهاء تكليف لبعض المدراء العامين الذين كانوا مثبتين أصالة بقرارات من مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء يخضع هذه المؤسسة للتقييم بشكل دوري كل مدة ثلاثة تشهر كل مدة ستة تشهر وهناك مراجعة ابتداء من رأس الهرم اللي هو أمين بغداد إلى أصغر أنصر قيادة في هذه المؤسسة بصراحة موضوع المتابعة الميدانية وأيضاً احنا فتحنا وسائل تواصل مع المواطنين من خلال لقاتنا الدورية من خلال زياراتنا الميدانية من خلال قنوات كثيرة لتقليل أو لاستقبال الشقة وما تعلق بموضوع الفساد بصراحة اليوم ترك بعض الملفات ضمن صلاحيات المدراء العامين مثلاً موضوع الغرامات في المعاملات التصرفية العقارية هذه الصلاحيات هي بموجب القانون جوازية للمدير العام بالإمكان أن يأخذ الحد الأعلى للغرامة وبإمكان أن يأخذ الحد لدنا الغرامة هذا بصراحة أيضاً فتح باب من أبواب الفساد اليوم بعض المعقبين أنا في الدوار البلدية دائماً أسر مواطن أكون معقب أحد أخذ معاملتك أول إجراءة أخذنا أنه منعنا دخول المعقبين فقط المحامل مخول بموجب بكالة رسمية قانونية إلى حق أن يدخل وصاحب العلاقة أيضاً ذهبنا إلى تحويل موضوع الغرامات إلى برامج الكترونية ووضعنا في كل استعلامات الدوارة البلدية والتي أمكان المواطنين أن يجعل حزوها بالضبط هسأ أحكي لك على الأتمة وضعنا لوحات تعريفية للمواطن وحتى على مواقعنا نشرناها بحيث المواطن من يدخل من يعرف نوع مخالفة يعرف مبلغ الغرامة الذي سيتغرامة لا يكون قابل للإجتهاد وتدخل بعض الأخوة من أصحاب النفوس الضعيفة بصراحة موضوع التحول الرقمي والأتمة لأمانة بغداد من الملفات المهمة هو بجانب المهمات هو تسهيل وتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات من قبل المواطنين يختص الوقت وأيضاً هو وسيلة من وسائل محاربة الفساد اليوم وأقولها اليوم أمانة بغداد جميع إجازات البناء للاستعمال السكني بدأت تصدر الكترونياً اليوم إذا عندك إجازة بناء ليبيتك تريد تروح تصدرها ورقياً ما رح تقدر تصدرها ورقياً لأن تم التحول الرقمي لهذه الفعالية تحديداً سنضيف الفعالية التجارية وسنضيف باقي الفعاليات الصناعية وغيرها ورقة الماء أيضاً بدنا بالتحول الرقمي لورقة الماء لجباية جور النظافة إن شاء الله لدينا برنامج طموح للتحول الرقمي لكامل فعاليات أمانة بغداد لغرض تبسيط الإجراءات المواطنية ترجمة نانسي قنقر